ثلاث نصايح قبل ما تبدأ في تطوير الألعاب النصيحة الأولى لا تتوقع أنك رح تسوي شيء كبير في ناس وايدين أول ما شافت ألعاب نفس ردد أو ألدن رينغ قالوا أنا بيبدأ أسوي ألعاب نفسها بس هذا الشيء مستحيل لازم تبدأ بالأشياء الصغيرة دائما وحتى لو عندك فريق هذا الشيء بيكلف فلوس ووقت النصيحة الثانية حاول أنك تستمتع على قد ما تقدر بهذه الطريقة بتستمر وما بتواجه صعوبات كثيرة النصيحة الثالثة لا تشتري كورسات من البداية لأنه لازم تكتشف لو تطوير الألعاب مجالي ناسبك حاليا في اليوتيوب فيه كل شي تريده من شروحات وكورسات مجانية صق والله